بعث سيدنا يونس عليه السلام نبياً في القرن الثامن قبل الميلاد ويعود نس سيدنا يونس عليه السلام إلى جده الأكبر بن يمين قال تعالى قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين وقد كان سيدنا يونس عليه السلام من أهل نينوة يونس بن متى ذنون نبي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويعود نسبه إلى يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام ومن سلالة سام بن آشور هزموا جيوشاً كثيرة وأسسوا إمبراطوريتهم وحضارتهم العظيمة وفي القرن الثامن قبل الميلاد حكم الآشوريين الملك سرجون الثاني وابنه الأمير الشاب سنحاريب اتخذ سنحاريب من مدينة نينوة في شمال العراق عاصمة جديدة لمملكة الآشوريين وبنى معبداً كبيراً لعبادة الإلهة عشتار فقد كان الآشوريون للأسف من عبدة الأصنام وافتتح سنحاريب مكتبة نينوة ووضع فيها من المخططات كل ما جمعه من ثقافات الشعوب التي غزاها مع أبيه وكان من أبرزها مؤلفات حضارة البابليين أكبر أعداء الآشوريين في ذلك الزمان وأكثر ما اهتم به الملك سرجون هو قصره المهيب المشيد الذي بناه على ربوة بارزة في طرف المدينة ومهده بطريق الأسود الشهير فقد كان ابنه الأمير سنحاريب بقدر شراسته في الحروب يهوى صيد الأسود مولاي الأمير سنحاريب ماذا جاء بك يا وزير؟ أمر مهم يا مولاي ألا تعلم أنني في رحلة صيد؟ أعلم أعلم ذلك ولكن مولاي الملك سرجون اشتد عليه المرض في غيابك وألح علينا في لقائك إنه يخشى أن يرحل عن الدنيا دون وداعك أبي؟ قطع الأمير سنحاريب رحلة صيد الأسود وعاد مسرعا إلى نينوة ليطمئن على أبيه الملك سرجون ثاني وكما قال الوزير أزعيا كان يخشى الأمير أن يموت الملك الأب بدون أن يودعه بنفسه أبي أبي سنحاريب حمدا للربي بأنني رأيتك قبل الموت لن تموت يا أبي لن تموت الموت نهاية محتومة إهدى يا بني واستمع جيدا إلى وصيتي وصيتك؟ نعم تعلم كم أحب نينوة المدينة التي بنيناها معا وأنا أيضا أحبها إذن قدم لي دليل حبك لها وما هو؟ أن تبقى فيها وتستكمل ما بدأناه من تعميرها ولا تتركها إلى غيرها من المدن تريدني أن أترك مدينة بابل بعد أن فتحناها وخلصناها من أيدي البابليين؟ لقد وليت عليها أخاك صاغور صاغور صغير يا أبي وليس لديه خبرة بالحكم والقتال وسيحتاج إلى دعم لا يا سنحاريب لا تترك نينوة من أجل بابل يا أبي لو تركنا صاغور وحيدا هناك سيطمع واطور ملك البابليين وسيعود إلى المدينة التي انتزعناها منه أخوك صاغور قادر على حماية بابل ونينوة عاصمة ملكنا الأبدي سأعود إلى نينوة يا أبي بعد أن أحمي بابل من أطور لن أفرط فيها أبدا لا لا يا سنحاريب لا تترك نينوة من أجل بابل لا تترك نينوة نينوة أبي 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 وكان أهل نينوة يعبدون الإله عشتار وكان سيدنا يونس عليه السلام يتعبد بمفرده على أعلى الجبل وكان عليه السلام ربانيا يعبد الله الواحد وينتظر رسالة جديدة من السماء كان يدعو الله أن يبعث رسالة تشرق على الأرض وكان يدعو الله تعالى ويقول في دعائه إلهي وسيدي وخالقي انتشر الفساد وساد الظلم بين العباد والبلاد انحرف الناس عن الحق وأصبحنا بحاجة إلى تدخل السماء اللهم فيضا من نورك العظيم تضيء به قلوب المؤمنين كما أضأت الكون بنورك وحكمت الحياة بعدلك وحكمتك اللهم نصرا للمظلومين وهدى للحائرين وبعضا من قوتك للطائعين المستضعفين في هذه الأثناء كان نبي الله يونس عليه السلام يتلقى وحي السماء من سيدنا جبريل عليه السلام كان حريصا على حفظ تعاليم الدين الجديد الذي بعث به ليعيد الناس إلى طريق الحق والرشاد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم وها هو متى والد سيدنا يونس استطأ عودة ابنه إلى البيت فصعد الجبل ليطمئن عليه يونس لك أيام تتعبد في محرابك ولا تأتينا في البيت إلا قليلا فماذا أصابك يا بني؟ قال يونس عليه السلام والله يا أبي ما أصابني إلا الخير اصطفاني ربي من بين البشر وبعثني نبيا أحمل نور الإيمان سبحان الله والله كنت أشعر أن نبيا من نسل جدي يعقوب سيبعث في هذا الزمان ولم أدري أنه سيكون أنت يا بني قال يونس عليه السلام ادعو الله يا أبي أن يعينني على تحمل هذه المهمة الشاقة فليس أثقل على بني البشر الآن من أن تدعوهم إلى الهدى بعد الضلالة وإلى العزة بعد الهوان اطمئن يا بني مادم الله بعثك بالحق نبيا فهو يعلم أنك تقدر على تبعات الرسالة لما حاله سبحانه وتعالى أعلم أين يجعل رسالته فاستجاب الله لدعاء نبيه واهتزت السماء فكانت تلك الإشارة العظيمة لبعثة النبي يونس عليه السلام وكانت إشارة إلى دعاء قومه إلى عبادة الله الواحد الأحد إلى عبادة دين العدل والإحسان والهدى وبعث يونس عليه السلام نبيا في هذه الأثناء كان سيدنا يونس عليه السلام في محرابه يتعبد إلى الله وما زال يتلقى منه تعاليم الدين الجديد الذي بعث به ابن يونس أكثر من ستة أيام وأنت في محرابك جئتك بطعام يكفيك أيام أخرى قال يونس عليه السلام شكرا يا أبي يبدو أنها آخر ليلة لي هنا على الجبل هل ستعود أخيرا إلى المنزل؟ قال يونس عليه السلام نعم يا أبي لقد بعثني الله إلى قومي في نينوة لأصرفهم عن عبادة الأصنام وأهديهم إلى عبادة الله الواحد الأحد أخشى عليك يا بني من بطشهم وهم أهل غلظة وظلم شديد قال يونس عليه السلام الله الذي بعثني إليهم قادر على أن يعصمني من أذاهم فنحن الأنبياء لا يسعنا إلا أن نلبي أمر الله تعالى وزكريا ويحيا وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم وجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنروة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكران العالمين وبدأ النبي يونس عليه السلام يدعو قومه فردا فردا لعبادة ربه تعالى وكان يعلم أفراد قومه أن الله تعالى هو خالق الكون وأنه الخالق الحق والشاف والرازق وأن لا يشرك به شيئا نهضت البقرة التي كانت مريضة وقال يونس عليه السلام لصاحبتها العدوز نيهار هنيئا لك شفاء بقرتك يا أمي كيف شفيت بهذه السرعة؟ ماذا فعلت لعلاجها؟ قال يونس عليه السلام لم أفعل شيئا فقد دعوت الله لها بالشفاء أنا أدعو الربة عشتار منذ أيام طويلة وظلت البقرة مريضة قال يونس عليه السلام أما أنا فلا أعبد عشتار لا تعبد عشتار؟ فأي رب تعبد إذن؟ قال يونس عليه السلام أنا أعبد رب الناس إلها الناس إلها واحدا لا شريك له لا أفهم ما تقول قال يونس عليه السلام ربما تفهمين لاحقا أما الآن فأنا جئت متعبا من أطراف المدينة حيث أقيم مع أبي فهل تدلينني على مكان قريب أقيم فيه؟ إذا كنت ستبقى كثيرا بيننا فهدي في منزلي حجرة في الطابق العلوي يمكنني أن أؤجرها لك قال يونس عليه السلام حسنا وأنا قبلت مهما كانت قيمة الإيجار وأرجو أن تساعدينني في إيجاد عمل أتكسب منه طبعا أساعدك لقد علشت بقرتي سأعرفك بجار لي عنده أغنام كثيرة وكان يبحث عن شاب يرعاها له ما هذا؟ هل دخلت منزلا آخر غير منزلي العجوزي نهار؟ روبير أهلا يا ولدي أهلا يا عمه لأول مرة أرى منزلك بهذه النظافة والنظام هذا من فضل الربة يا بني تفضلي جئتك بطعام يكفيك عدة أيام أتعبت نفسك يا ولدي كان لابد أن أأتيك بهذا الطعام فأنا أعلم أن بكرتك مريضة فلا تأخذ منها لبنا ولا حتى تقطري على ذبحها ليستفيد من لحمها الحمد لله لقد عالج البقرة وحلبتها وشربت اليوم من لبنه من الذي عالج البقرة؟ الذي نظف ورتب المنزل أرديك أحد غير يرعا كواية لزيارتك؟ إنه شاب يدعى يونس بن ماتة يسكن في أطراف المدينة وكان يزورني على فترات ما إن أمسك البقرة ودعا بشفائها رأيتها تنهض وتشفى في ثوان معدودة هيف ذلك؟ وبماذا دعا؟ لم أسمع دعاءه جيداً نطق بكلمات لم أفهمها ظننت أنه يدعو الربة عشطار فقال لي أنه لم يعبدها في يوم من الأيام لا يعرف عشطار؟ فمن يعبد إذن؟ قال إنه يعبد إلها واحداً لا شرك له وسيحدثني عنه لاحقاً إلها واحداً لا شرك له؟ أين هو هذا الشاب؟ أريد أن أتحدث إليه إنه في الجبل يرعى أغنام جاري بولين لقد طلب مني عملاً يقتات منه أولم يقل لك لماذا جاء إلى نينوى؟ لا لم يقل حتى الآن إن كلامه قليل ويبدو أنه يحمل من الأسرار الكثيرة والكثير يونس بن متة علي أن أبحث عنه حتى أجده لا تتعب نفسك سيعود إلى هنا حتماً لقد استأجر مني الغرفة العلوية حسناً يومي سأعود إليه أنا الآخر تعرف روبيل على النبي يونس بن متة عليه السلام وتناول معه الغداء ورأى من أدبه وحسن أخلاقه أكثر مما سمعه من العمة نيهار ثم واصل معه حديثه إلى بداية الليل حدثتني عنك العمة نيهار كثيراً قال يونس عليه السلام وحدثتني عنك كثيراً قالت إنك أكثر من يودعها ويهتم بها بعد وفاة زوجها أرى فيها أم راحلة وأراها قد ظلمت كثيراً وأحاول أن أساعدها في استرداد حقها قال يونس عليه السلام جزاك الله خيراً فكما تساعد الناس يساعدك الله تقصد الرب تعشتار؟ قال يونس أنا لا أعرف رباً بهذا الاسم ولا أعبد غير ربي لا إله إلا هو إلها واحدة ولا أشرك به أحداً وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة هذا الكلام قالته الأميرة بلدة في حفل زفافها عندما رفضت أن تركع لصنم عشتار أنت يهودي مثلها؟ قال يونس عليه السلام لست يهودية وإن كنت حفيد بن يمين أخ يوسف عليه السلام بن يمين أخ يوسف لقد قرأت عنه كثيراً أأنت حفيده بحق؟ قال يونس عليه السلام نعم أنا من نسل بن يمين ولي الشرف كيف تكون حفيد بن يمين ولست يهودياً مثله؟ قال يونس عليه السلام ضيع اليهود الأمانة انحرف معظمهم عن دينهم وحرفوا التوراة لمصالحهم الدنيوية أفسدوا في الأرض ظلموا وقتلوا وخانوا فكان لابد من نبي جديد يبعثه الله إلى الناس بدين جديد يهديهم ويعيدهم إلى طريقه المستقيم نبي جديد بدين جديد؟ أي نبي هذا؟ قال يونس عليه السلام أنا ذلك النبي أنت؟ قال يونس عليه السلام نعم أنا اصطفاني الله لهذه المهمة العظيمة اختارني لأحمل رسالة السماء إلى أهل نينوة فمن هو الله الواحد الذي تعبده؟ قال يونس عليه السلام الله الذي خلق الكون بكل ما فيه ثم خلق الإنسان فسخر له الكون بكل ما فيه وأمره أن يعمر الأرض ولا يهدب وأن يصلح فيها ولا يفسد ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وما هي رسالة السماء إلى أهل نينوة؟ قال يونس عليه السلام أن يعبد الله إلها واحدا لا يشرك به شيئا وأن يتركوا عبادة الأصنام التي لا تنفع ولا تضر وأن يعدلوا فلا يظلموا وأن يصدقوا فلا يكذبوا وأن يرحم قويهم ضعيفهم وأن يتصدق غنيهم على فقيرهم وأن يعفوا عن بعضهم حتى يعفوا الله عنه ولكن كيف يمتنع أهل نينوة عن عبادة الأصنام؟ كيف تركون دين آبائهم وأجدادهم؟ قال يونس عليه السلام لم تكن عبادة الأصنام دين آبائهم وأجدادهم إن أبانا الأول آدم عليه السلام قد جاء برسالة التوحيد التي بعثت أنا بها الآن ثم انحرف أحفاده عنها حتى ظهرت عبادة الأصنام ولو ظل الناس على دين آبائهم وأجدادهم ما تركوا التوحيد ولجأوا إلى الوثنية وما ظلموا وما كذبوا وما فسدوا وكيف أؤمن بإله لا أراه؟ قال يونس عليه السلام ولكنك ترى أدلة وجوده في كل الخلق من حولك قل لي هل تؤمن بأن داخل جسدك روحا هي التي تمنحك الحياة؟ فإذا فارقت جسدك فارقت أنت الحياة؟ نعم أؤمن يونس بن متى ادع لنا ربك لنأخذ حقنا من الملك وأمه قال يونس عليه السلام أيها الناس لقد جئت بدين جديد لا يرى الدعاء حلا أصيرا لكل المشاكل إنما نتوكل على الله فنأخذ بالأسباب ثم ندعوه بالتوفيق وأي أسباب تلك التي سنأخذ بها لنستعيد حقوقنا المسلوبة؟ قال يونس عليه السلام تلجأون إلى القضاء القضاء كلهم يخافون الملك ويفعلون ما يأمرهم به قال يونس عليه السلام ما ضاع حق وراءه مطالب وإذا صلحت الرعية صلح إمامهم اتركوا عبادة الأصنام وآمنوا بالله الواحد الأحد لا شريك له يغفر لكم ذنوبكم ويثبت أقدامكم وينصركم على القوم الظالمين أيها الناس فليعد كل منكم إلى بيته وإلا أمر الملك بحبسكم جميعا أنحبس لأننا نطالب بحقنا؟ إلى متى يستمر هذا الظلم؟ هل يرضي ذلك الربة عشطار؟ أما أنت يا يونس فجلالة الملك يحذرك بشدة لا تحرض الناس على معصيته قال يونس عليه السلام لا أحرض أحدا على معصية الملك لقد جاءون يستغيثون بي ويطلبون مساعدتي في استعادة حقوقهم ليس لهم أية حقوق قال يونس عليه السلام يعلم الملك جيدا ما للناس عنده وعند أبيه الملك الراحل أخبره بأن يتق الله في الرعية فهم يواجهون الآن خطر الموت جوعا ولو استمر الملك في ظلمهم لن يجد ما يبكون عليه وأخبره أيضا أن خطر الجد والجوع لن يفرق بين غني وفقير وحاكم ومحكوم وأن الصنم عشتار لن ينفع الناس في هذه الأخطار لا فائدة من هذا الكلام لقد أمر الملك سنحاريب بطردك من المدينة أمامك حتى صباح الغد فإن بقيت بعد ذلك حكمت على نفسك بالسجن أو الموت وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقاء فلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين يونس بن متى ظننتك غادرت نينوى قال يونس عليه السلام أغادرها الآن بأوامر منكم ما زلت أذكر صنيعك معي عندما دعوت لزوجة الأميرة بالشفاء فشفيت في الحال قال يونس عليه السلام هذا ما حملك على طرد من المدينة حملني على طردك أن ألبت الناس علي وجرأتهم على طلب حقوق ليست لهم ورغم ذلك يمكنني أن أساعدك بشرط واحد أن تدعو الله أن ينزل علينا المطر فيرتفع منسوب الماء في النهر ونستطيع أن نسقي الزروع والمواشية والناس وننجو من خطر الجوع والهلاك قال يونس عليه السلام تريدني أن أدعو الله فأي إله تقصد؟ الصنم الذي تعبدونه فلا يضر ولا ينفع أم الله الواحد الأحد الذي بعثني إليكم بالحق بشيرا بالخير في حال الإيمان ونذيرا بالشر في حال الكفر ادعو إلهك ولو كنت على حق فيستجيب لك وينجينا من الهلاك قال يونس عليه السلام أهذا شرطك علي لأبقى في نينوه؟ نعم قال يونس عليه السلام فلنتعهد إذن أمام الله الذي تريدني أن أدعوه لينجيك وقومك من هلاك قريب على ما نتعهد؟ قال يونس عليه السلام إذا دعوت الله فأنجاك وقومك تؤمن أنه لا إله إلاه وأنني عبده ونبيه أتساومني على تغيير ديني؟ قال يونس عليه السلام لا والله أنت لست في حاجة إلى مساومتي فإذا رأيت بعينك أن ربي قد أنجاكم فسوف توقل من نفسك أنه الإله الحق وإذا آمنت أنت آمن قومك أجمعون وأصبح إيمانهم في ميزان حسناتك إلى يوم الدين أنت تطلب مني شيئا صعبا فليس أصعب على الإنسان من أن يغير دينه وعقائده قال يونس عليه السلام ليس أصعب على الإنسان من أن يعرف الحق ثم يحيد عنه ربما أنتركم الله بالهلاك حتى ينجيكم من الكفر يونس بن متى أعاهدك على أن أؤمن بربك إلها وبك نبيا إذا دعوت ربك فأنزل علينا المطر وأنجانا من الهلاك وبعد أن عهد الملك سنحاريب النبي يونس عليه السلام على الإيمان بالله تعالى إذا دع الله وأنزل عليهم المطر ونجوا من الهلاك وقف يونس عليه السلام في أعلى الجبل ودعا ربه اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا يا حنان يا منان يا رؤوف يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أسقنا غيثا مغيثا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل اللهم أسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت يا رحمن يا رحيم يا كريم شيء عجيب لقد نزل المطر قال يونس عليه السلام الحمد لله رب العالمين لقد استجاب ربك لدعائك بسرعة لم أتصورها قال يونس عليه السلام وبقي أن تستجيب أنت أيها الملك وتؤمن بالله وحده لا شريك له وبأنني عبده ورسوله الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير واستمر النبي يونس عليه السلام بدعاء قومه فآمن عدد منهم واستمر بدعوة الملك سنحاريب إلى عبادة الله بعد أن حبس زوجته لأنها اتبعت ملة يونس عليه السلام ولكن الملك لم يستجب لدعوته فبدأ بقتل من آمن بدين يونس عليه السلام أو حبسه وقد رأى النبي يونس عليه السلام أن يخرج من هذه القرية الظالم ملكها يا نبي الله هل أنت مسافر؟ قال يونس عليه السلام نعم مسافر سأرحل عن هذه القرية الظالم أهلها وهل أذن الله لك بالخروج؟ قال يونس عليه السلام أشهد الله أنني ما قصرت في رسالتي ربما يكون في خروجي نجاة للآخرين مثل مليخة الذي قتل عندما آمن بي لن أنتظر حتى يقتل روبيل أو الأميرة جولدا أو تقتل أنت يا عمه أو نهرب معك مني نوى قال يونس عليه السلام ربما تستطيعون الهروب في وقت لاحق ولكنني قد ضقت ذرعا بهذا الملك الظالم وأمه وكبير كهنته سأرحل إلى بلد آخر يستقبل دعوتي بترحاب فينشرح لها صدره ويغمره نر الإيمان ولكنك توعدت الملك بعذاب أليم قال يونس عليه السلام ولم يأتبع لله حكمة في كل شيء أما أنا فراحل لا محالة في أمان الله يا نبي الله في أمان الله خرج النبي يونس عليه السلام باتجاه البحر وقد رأى أن يخرج من هذه القرية الظالم ملكها فواجد على الشاطئ سفينة تحمل الركاب والبضائع فطلب من ركابها أن يركب معهم قال تعالى وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون سارت السفينة في البحر وبدأت الرحلة رأى يونس أن بإمكانه مواصلة الدعوة إلى الله في بلد آخر ليس فيها الظلم والفساد والكفر الذي رآه في نينوى كان يشعر في داخله أنه ربما تعجل في الخروج من البلد قبل أن يأذن له ربه ولكنه خرج يائسا من إيمان أهل نينوى به وبدينه أمر الملك بإخراج زوجته من الحبس بعد أن خرج النبي يونس عليه السلام من نينوى وفجأة تأتي ريح عاصفة تدمر نينوى وعلم الناس أن العذاب واقع بهم بعد خروج النبي يونس لعدم إيمانهم بربه وعرف الناس حقيقة صدق دعوته أخبرني الحارس أنك أمرت بإخراجي من السجن نعم كرامة لوالدك وليس لأنني راض عنك ولأن يونس ابن متى قد رحل عني نينوى رحل يونس نعم هرب منا بعد أن وعدنا بعذاب لم يأتي فكان ذلك دليلا على كذبه والله لم يكذب يونس قط بل فر منكم كما فر موسى من فرعون أما زلت تؤمنين به حتى بعد رحيله؟ آمنت برب يونس وقد رحل يونس وما زال الرب موجودا أين هذا الرب؟ لماذا لم ينصر نبيه ويوقع علينا العذاب الذي توعدنا به؟ يا إلهي يا إلهي ما هذا الصوت؟ انظر إلى ذلك الدخان الذي ينبعث من السماء سنحاريب أدركني يا بني لا أقوى على هذا الدخان وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون لم يعلم النبي يونس أن الله تعالى أنزل العذاب على أهل نينوى وفجأة في عرض البحر حدثت عاصفة عجيبة اهتز لها كل شيء فكانت الأمواج العالية تتلاطم والسفينة تهتز والأمطار تهطر بكثرة أيها الركاب الأعاصفة قوية والموج عال علينا أن ننجو بأنفسنا نجدف معا حتى نعود إلى الشاطئ فبقاؤنا في البحر فيه خطر كبير علينا هيا هيا نجدف معا كل منا يساهم في التجديف شارك الركاب جميعهم في التجديف بغية الرجوع إلى الشاطئ حتى لا تغرق به مستفينة في هذه الظروف الصعبة وقد ساهم معهم سيدنا يونس عليه السلام في التجديف هيا يا رجال هيا يا رجال يا رجال لنجدف بقوة أكبر هيا الرياح شديدة تدفعنا عكس اتجاه الشاطئ والأمواج عالية جدا أخشى أن لا نستطيع الوصول إلى الشاطئ ليس أمامنا حل آخر إنها مسألة حياة أو موت قال يونس لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم نجنا من هذا الكرب العظيم أيها الرفاق لا فائدة من محاولات التجديف كلما جدفنا نحو الشاطئ جرفنا الموج إلى عرض البحر سنغرق جميعا لو بقينا على هذا الحال ليس أمامنا إلا أن نتخلص من كل البضائع والأمتعة ها نحن قد تخلصنا من كل البضائع والأمتعة وما زالت السفينة تهتز والخطر قائم ليس أمامنا الآن إلا أن نتخلص من أحد الركاب لتخفيف الحمولة وكيف نتخلص منه نلقيه في البحر سيموت حتما يموت فرض واحد ليحيى بقية الركاب ومن هذا الذي سيضحي بنفسه من أجل الجميع ليس أمامنا سوى الاستهام كل منا يكتب اسمه ثم نضع الأسماء في وعاء ثم نقترع فنختار سهما ومن تقع عليه القرعة نرميه في البحر يونس بن متة قال يونس عليه السلام لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنه العبد الصالح يونس كيف نلقيه في الماء أكذا يغضب الله علينا فنغرق جميعا أجرى ركاب السفينة لاختيار مرة أخرى فوقع السهم على النبي يونس عليه السلام فقد كان الركاب يعرفون أنه صاحب صلاح وكرامات وخاف من عقاب الله لهم فقرروا أن يعيدوا القرعة مرة ثالثة وللمرة الثالثة تكون القرعة من نصيب النبي يونس عليه السلام يونس بن متة شيء عجيب نستهم ثلاث مرات وفي كل مرة تكون القرعة من نصيب هذا العبد الصالح قال يونس عليه السلام لا والله لقد نفذ أمر الله الآن عرفت أنه سبحانه يعاقبني لخروج من نينوى بدون إذنه وإني لمستجيب لأمر الله أيها العبد الصالح لن يجرؤ أحد منا على إلقائك في البحر قل لنا ماذا نفعل قال يونس عليه السلام لا تفعل شيئا إنها إرادة الله وسألقي أنا بنفسي في البحر تلقي بنفسك في البحر قال يونس عليه السلام نعم وليفعل الله ما يشاء قال تعالى وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم وبقي أهل نينوى يدعون الله تعالى لينجيهم من العذاب الأليم قال تعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين استجاب الله تعالى لدعاء أهل نينوى وأمن الملك سنحريب برب يونس عليه السلام اللهم إني أشهد لك بأنني آمنت بك إلها واحدا لا شريك له وآمنت بيونس عبدك ونبيك اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا اللهم اجعلنا أول أمة ترى العذاب فتؤمن قبل أن يصيبها اللهم أغثنا اللهم أغثنا أغثنا يا الله أغثنا يا الله الحمد لله الحمد لله لقد بدأ دخان في الاختفاء نعم يا جولدة نعم يبدو أن الله قد استجاب دعاءنا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله لقد نجونا الحمد لله فقد استجاب الله لدعاء أهل نينوة فكانوا أول أمة ترى العذاب ثم لا يقع عليها بسبب إيمانهم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا مكشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون هل ابتلعت نبيا؟ فسمع الحوت صوتا وكأنه وحي من السماء يقول نعم هو نبي يوم كامل ويونس في بطن الحوت والحوت يسبح في أعماق البحر ويونس عليه السلام يفكر في مصيره فيقول يا رب قضيت لي أن ألقي بنفسي من السفينة فظلنت أنك قضيت بموتي ثم بعثت إلي هذا الحوت ليبتل عني فشعرت أنك قضيت بنجاتي فكيف النجات وأنا في ظلمات ثلاث؟ إن كان هذا عقابك لي فأنا راض به أستحي أن أدعوك لتكشف بلائي ولكني أدعوك لتغفر لي نعم تسرعت في الخروج من نينوى بدون إذن منك ولكني يئست من إيمانهم بك وظلنت أني قادر على أن أبلغ رسالتك في قوم آخرين اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ظل الحوت يغوص في عمق البحر ويتنقل بين المخلوقات البحرية بكل أنواعها فسمع يونس صوت تسبيحها لله تعالى الماء والرمل والأسماك الكبيرة والصغيرة والقروش والحيتان والشعاب المرجانية كلها تسبح بحمد الله وتقدسه فوجد يونس نفسه يسبح معها بمثل ما تنطق به لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وبقي النبي يونس عليه السلام في بطن الحوت في ظلمات ثلاث ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت وأوحى الله تعالى إلى الحوت أن يحافظ على حياة نبيه الكريم فكان الحوت لا يأكل لحما ولا ينهش عظما فلا يموت النبي الكريم في بطن الحوت ثلاثة أيام وأنت في بطن يا نبي الله ثلاثة أيام لا آكل ولا أشرب وأصبر على الجوع والعطش حتى لو مت جوعا وتعبا المهم أن تحيا أنت يبدو أنها المهمة التي خلقت أنا لها وسأموت من أجلها وكما أوحى الله إلى الحوت أن يبقي يونس سليما في بطنه فقد أوحى إليه في اليوم الثالث أن يلفظه من بطنه إلى خارج البحر قال تعالى فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين استقر يونس هناك على الجزيرة الرملية التي تعيش فيها بذرة الشجرة المجهولة التي أوحى الله لها أنها ستكون شجرة مباركة يخلدها تاريخ البشرية الآن قد انتهت مهمتي وبدأت مهمتك أيتها الشجرة في ظلك الآن نبي من أنبياء الله كتب الله له النجاة من الغرق وربما يكتب له الشفاء أو العودة إلى قومه ليسعد بإيمانهم به وليواصل رسالته التي بعثه الله بها قال تعالى فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين على الجزيرة وتحت شجرة اليقطين تعاف سيدنا يونس عليه السلام بالتدريج مستفيدا من الشجرة في غذائها ودوائها عرف أن الله قد أنبتها خصوصا من أجله كما جعل الحوت من قبل يبتلعه لينجيه من الغرق وفهم أنه نجح في الابتلاء لما سبح في بطن الحوت لينجيه الله من الغم ولينجي كل من قال هذا الدعاء لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وبعد أن عرف أهل نينوى من ركاب السفينة أن النبي يونس عليه السلام قد ألقى بنفسه في البحر ومات عاد نبي الله يونس عليه السلام إلى نينوى وخرج جميع أهلها يرحبون بنبي الله المبارك ويحتفلون بعودته إلى مدينته وفرح النبي يونس عليه السلام بعد أن علم أن أهل نينوى قد آمنوا برسالته التي كلفه بها الله تعالى يا أهل نينوى يا أهل نينوى يا أهل نينوى هنيئا لكم بعودة نبيكم يونس هنيئا لكم بعودة نبيكم يونس بن ماتة يونس بن ماتة حيه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فاجعله من الصالحين أحداث قصتنا قبل مولد المسيح عليه السلام في قرية أغلب ظني أنها أنطاكيا وكان أهلها فاسدين يعبدون الأصنام أرجوك أيها الإله العظيم استجب لي وعافني لقد كرهت صورة المشوهة واعتزال الناس لي ألم تمل من مخاطبته طوال سنوات عمرك أخفض صوتك يا دهبان حتى لا يغضب الإله علينا وهل يمكن أن يغضب عليك أكثر من هذا تعيش في فقر دائم وأنت أفضل نجار وإسكافي وصانع حبال في أنطاكية كلها لا أحتاج المال في شيء أمرك عجيب أنت الوحيد في هذه الدنيا الذي لا يحتاج إلى مال أحتاج فقط أن أشفى من مرضي مولاي الملك العظيم أنطيخس ما الأخبار أيها القائد مسقول رأيت يا مولاي رجلين يجوبان القرية ويدعيان أنهما من أنبياء الله وهل اتبعهما أحد حتى الآن لا الجميع يكذبونهما إذن لا أهمية لهما انصرف واغرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين لماذا أطلقتني يا أبا الجوخ هل من أخبار جديدة؟ نعم يا مولاي مدعي النبوة زاد عليهم مدعي ثالث صاروا ثلاثة لكنهم حتى الآن لم ينجحوا في إقناع الناس ولكن وجود ثلاثة متأمرين يدعون الناس إلى الكفر بآلهتنا أمر خطير بماذا يأمر مولاي؟ هددهم باستخدام القوة ولننتظر النتيجة قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليبسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون لماذا لا تجيبنا يا بطاح؟ إنني أدعوك منذ عشرات السنين وأتصدق بنصف مالي أما زلت تحدث الإله؟ لماذا هو غاضب علي؟ أم تراه لا يسمع ولا يرى؟ تتحدث كما يتحدث المتآمرون أي متآمرين؟ هؤلاء الثلاثة الذين يدعون أنهم مرسلون لم أسمع بهم يقولون إن آلهتنا مجرد أصنام لا تضر ولا تنفع يا لجرأتهم ألا يخشون من غضبهم؟ يعبدون إلها غير ما نعبد يقولون إنه خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير يجب أن أراهم وأسمع منهم بنفسي وبينما النجار حبيب جالس أمام داره زاره أنبياء الله الثلاثة ووجد منهم حنانا ورفقا وتواضعا لم يرى مثله في حياته تقولون إن ربكم سميع وبصير وأنه على كل شيء قدير هل من آية تدل على صدقكم؟ قالوا نعم نحن ندعو ربنا القدير فيكشف ما بك إن هذا العجيب إني أدعو هذه الآلهة سبعين سنة لتفرج عني فلم تستطع فكيف يفرجه ربكم في ليلة واحدة؟ دعا له الأنبياء الثلاثة فكشف الله ما به وعاد الرجل جميلا نظرا ما هذا؟ هم؟ ها؟ يا له من وجه جميل آمنت برب المرسلين آمنت برب المرسلين ماذا قال لك المتآمرون يا مسقول؟ رفضوا كل ما عرضناه عليهم من حلول يا مولاي يجب أن يعذبوا عذابا شديدا ويرجموا بالحجارة حتى الموت اللهم كما أحسنت خلقي فحسن خلقي ما هذا؟ أين حبيب؟ دهبان كيف حالك؟ هل تعرفني أيها السيد؟ أه؟ أتمزح؟ أنا النجار حبيب لا لست هو إن لك نفس صوته ولكن ولكن وجه حبيب وجسده ها 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 لقد دعا لي أنبياء الله وشفيت من مرضي وعاد جلدي إلى طبيعته بل قل عدت إلى ريعان الشباب لا أكاد أصدق هذا من فضل الله ودعاء الأنبياء الصالحين لي مساكين سيعذبون حتى الموت أنبياء الله يعذبون؟ من قال هذا؟ هذا قرار الملك أنتخوس وقائده مسقول يبحث عنهم الآن يجب أن أسعى لأمنعهم من عمل ذلك ماذا بك أيها الرجل الغريب؟ كأنك تحاول الفرار من وحش بل أحاول الفرار مما هو أشد وأسوأ عذاب الآخرة عما تتحدث؟ صوتك صوت النجار حبيب أنا هو وقد دعا لي أنبياء الله الثلاثة فشفيت تقصد المتآمرين الثلاثة إنهم أنبياء الله حقاً وصدقاً أتريدون دليلاً أكثر من الجذام الذي شفيت منه في لحظة؟ أرجوكم أرجوكم أن تتبعوا الرسل ومن قال إنهم رسل آيتهم تبدو على وجهي إذن ابتعد عن هؤلاء المتآمرين يريدون تضليلنا وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجراً وهم مهتدون لماذا؟ ما مصلحتهم؟ إنهم لم يطلبوا مالاً ولا جاهاً في سبيل الدعوة ألا تخشى على نفسك من إعلان العصيان والتمرد؟ الله أولى أن أخشاه تعال إلى صفوف المؤمنين أيها القائد بل تعال أنت أمام الملك متهماً بالتحريض على العصيان بسم الله الرحمن الرحيم وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجراً وهم مهتدون ما قولك يا حبيب؟ وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئاً ولا ينقذون إني إذن لفي ضلال مبين يحكم على المتهم بالموت ضرباً بالأقدام هيا لتنفيذ حكم العدالة إني آمنت بربكم فاسمعون خذ اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون خذ يا عدو الآلهة آه آه أدعو الله أن يغفر لكم ويهديكم آه مت يا رجل آه 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 يا ليتكم ترون جزاء الصابرين أشهد أن لا إله إلا الله وأن المرسلين على حقه وما لي ألا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئاً ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قول يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين لقد سوينا به الأرض تماماً صار كالتراب وما مصير الرجال الثلاثة الذين يدعون أنهم مرسلون من ربهم تركوا الأرض يا مولاي حذرونا وهم يهربون من عذاب ربهم دعونا من قصة المرسلين الثلاثة وحبيب النجار ولنفرغ لأعمالنا المهمة ما هذا؟ هل قابت الشمس فجأة؟ النجدة 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 جنودي جنودي النجدة ابتعد عني آه آه أهربوا 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 النجدة وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه القصة كان رجل يعيش مع ابنته في بيت له حديقة تفضل يا حج سعيد ألا تقولين يا أبتاه أبداً مثل كل البنات؟ أولاً لأنك منذ أنعم الله عليك بحج بيته الحرام وأنت تحب لقب الحاج هذا صحيح وثانياً ثانياً أحب اسمك يا أبي وأجد راحة وفرحة عندما أردده بارك الله فيك يا نجلة وأنعم عليك بالزوج الصالح الذي يقدر صفاتك الطيبة كل ما يأتي به الله خير يا أبي هيا كل بالهناء والشفاء أريده أن أحدثك في أمر مهم إنني أحتاج في تجارتي إلى مبلغ كبير من المال وهناك دين يجب أن أرده في موعده باهز البيت الكبير إذن يا أبي واشتري بيتاً صغيراً يفي بحاجتنا سبحان الله هذا ما كنت أود أن أقترحه عليك يا أهل المدينة يعلن الحج سعيد التاجر المعروف عن عرض بيته للبيع وللبيت حديقة كبيرة سبحان الله يا لها من مصادفة يا أهل المدينة انتظر يا حضرة المنادي نحن غرباء أين بيت الحاج سعيد عند ضفة النار في آخر هذا الطريق سمعت يا أبي بيت يطل على النهر وبه حديقة كبيرة هذا ما كنا نبحث عنه المنزل فسيح ولكن الحديقة غير مثمرة هذا صحيح عملي وتجارتي لا يسمحان لي أن أعتني بالحديقة كما ينبغي ابني متعجب لماذا تريد أن تبيع هذا البيت؟ هل به عيب؟ شاهد البيت بنفسك يا سيد عامر ليس به أي عيب نريد أن نرى حجم هذه الغرفة أأم عذرة هذه غرفة ابنتي وهي بداخلها أبي قل للضيوف أن يتفضل ويعاين الغرفة لا داعي أبدا لا نريد أن نزعجك والآن نتحدث في موضوع البيت كم تريد ثمنا له؟ إنني أعرضه بألف درهم ما رأيك يا بني؟ إنه يساوي الألف وأكثر إذن قبلنا ولو أن الحديقة ستحتاج إلى مجهود كبير الحمد لله وجدنا هذا البيت الصغير بخمسمائة درهم فقط إنه بلا حديقة ولكنه مناسب على كل حال لسنا في حاجة إلى الحديقة يا أبي والأهم أنني رددت الدين الذي علي لصاحبه الحمد لله هذا أهم شيء بالفعل دع لي هذه المهمة يا أبي حسنا ولكن ترفق بنفسك الأرض تأخذ وقتنا في الإصلاح لماذا توقفت يا بني؟ شيء صلب تحت الفأس ربما حجر كبير لا يا أبي انظر كأنها جرة من الفخار إنها بالفعل جرة كبيرة ساعدني يا أبي إنها ثقيلة انظر يا أمجد الجرة مملوئة بقطاع الذهب كنت بأشد الحاجة إلى هذا المال فقد أنفقت كل ما أملك في شراء هذا البيت ولكن هذه الجرة ليست لنا كيف؟ إنها في أرضنا بل في أرض الحاج سعيد الذي باع لنا البيت ولعلها ورث عن أجداده أنت على حق يا بني هيا هيا لنعيدها إلى صاحبها للأسف الشديد خسرت كل ما أملك في التجارة الحمد لله على كل حال من يطرق الباب الآن؟ افتح يا حاج سعيد نحن من اشترينا منك بيتك القديم سأذهب إلى الداخل يا أبي أهلا بكما يا سادة تفضلا معذرة جئناك في وقت متأخر وجدنا هذه الجرة من الذهب في حديقتك وهي بالتأكيد تخصك لا إنها ليست لي إذن لأحد من أجدادك فقد كانت مدفونة في حديقتك ولكن الحديقة لم تعد ملكي فقد بعتها لكما مع البيت بعت لنا البيت والحديقة بألف درهم وهذه الجرة تساوي مئة ألف درهم فكيف نستحلها؟ هذا نصيبك ولو كانت من نصيبي لعثرت عليها عندما أملك المكان اسمع يا سيد سعيد لن نستحل شيئا ليس من حقنا خذ وأنا لا أخذ شيئا أبدا بعد أن بعته خذ اسمعي الكلام ولا تعاند يا سيدي أتقول إنني معاند؟ أتسمع قول أبيك يا أمجد؟ نعم وأراه على حق وأنت أيضا؟ إذن لنذهب إلى القاضي نذهب إلى القاضي لماذا لم تحاول يا أبي أن تحل المسألة دون اللجوء للقاضي؟ إنه متمسك برأيه فهل تقبل جرة من الذهب ليست لنا؟ معك حق ألم تجد طريقة لإقناعه؟ حاولت معه كثيرا دون فائدة السيد عامر والسيد سعيد أدخل إلى حضرة القاضي تفضل بالدخول يا سيد عامر لا يصح يا سيدي أنت من جئت أولا لكنك أكبر سنا وضيفنا لن أدخل إلا بعدك هيا حضرة القاضي ينتظر هذه أغرب قضية وردت علي طوال عملي بالقضاء لن أقبل مالا ليس من حقي وأنا كذلك هل لك أولاد يا سيد سعيد؟ لي فتاة واحدة تجلس هناك نعم رأيتها وأنت يا سيد عامر ليس عندي سوى هذا الولد أم جد هل أنت متزوج يا بني؟ لا يا سيدي ليس بعد هل تقبل أن تتزوج بتلك الفتاة؟ هذا شرف عظيم بالتأكيد أقبل وأنت هل تقبلينه زوجا لك؟ الرأي رأي أبي حسنا حلت القضية سيتزوج هذا الغلام الصالح بتلك الفتاة الصالحة وأنفق عليهما من المال وتصدق تحقق دعائي لك يا ابنتي بورك لكما في الزواج وفي الكنز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر